موسيقى 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 مساقكم خير هو سؤال واحد ملوش تاني اللي هنسأله النهاردة في فقرتنا لما الأسعار بتزيد وداخل الأسرة ما بيتحركش نعمل ايه مطلوب مننا يعني نعمل ايه فهو ده سؤال كل الشرائح اللي في مصر كل الطبقات الاجتماعية وهو سؤال منطقي جدا لازم له اجابة كمان بالعلم وبالمنطق مش لازم نقض نوهم نفسنا ولا نتحك على نفسنا ولا نقول لنفسنا يعني يعني كلام نظري ملوش اي محل من الاعراب لكن النهاردة معنا أستاذة ومتخصصين ممكن يساعدونا في ادارة تفكيرنا حتى وطريقة ادارتنا للفترة دي دكتور رأفة يوسف شحاتة أستاذ الادارة والتنمية البشرية واستشاري التنمية البشرية أهلا بي والأستاذة سهيلة محمود كمال الباحثة الاقتصادية ومسؤول وحدة ريادة الاعمال بمجلس الشباب المصري أهلا بي ريادة الاعمال هتقول لنا نزاعد دخلنا ازاي ساعدا هتغششيني جميل هبتدي على طول من قلب الموضوع وقلب التحدي الكبير دكتور أحيانا الأسرة كده اللي دخلها ثابت وحتياجاتها متزايدة وده مش أحيانا بعده ده 90% من الأسر كده بيبقى عندها تحدي في طريقة إدارة الأموال مش بس في أنها كتير قليلة لكن إحنا بنديرها ازاي وساعد بتفك مننا نعملها ازاي دي بالعلم وفيك هرما بس أخدها من حاج أنا أستاذ إدارة وحاج بتكلمي على الإدارة هو الإدارة هو فن الحياة يعني حاجة لو في أي حاجة ما بتطبقيش فيها قواعد الإدارة هيبقى فيها اسمها عشوائية العشوائية هتؤدي إلى أخطاء لكن الإدارة معناها أن أنا بحط خطة وخطة بديلة يعني إيه يعني دلوقتي عندي مرتب أنا باخد نفترد ألف جنيه في الشهر مثلا بس أنا وأنا بحط الخطة وارد أنه في حد من أفراد الأسرة يتعب فأنا لو حاطت الخطة على أن الألف جنيه هتككفيني أكل وسكن طب واتف أنه حصل حد تعب أنا ما عنديش أي بديل عشان كده دايما اليابانيين عندهم كده فكرة لطيفة جدا يعني يريد بس مشاهدين يدخلوا ويتفرجوا أو يقروا الحاجات اللي احنا هنكلم عليها اسمها طريقة الأزرف الخامسة هي بتحط خطة وفي نفس الوقت خطة بديلة أنا باخد الألف جنيه خليني أقولي المثال ده عشان يبقى سهل في التأسيم فطريقة الأزرف الخامسة أنا ألف جنيه بقسمها على خمس أزرف يبقى كل ظرف هيبقى فيه 200 جنيه الظرف الأول ده لأسبوع الأول الظرف الثاني لأسبوع الثاني الظرف الثالث لأسبوع الثالث الظرف الرابع للأسبوع الرابع الظرف الخامس هو ده للطوارئ اللي هو فيه 200 جنيه أنا جيت خلصت المتين جنيه شهر الأسبوع الأول ماشي خلص الزرف الأسبوع الثاني صرفت مثلا من المتين مئة وسبعين جنيه تبقى تلاتين جنيه أخدوا ما حطهم في الزرف الخامس فأجي في الآخر الشهر الزرف الخامس ده يفيه مثلا متين وتمانين يفيه تلتمية يفيه روبا مية يفيه في الآخر خالص للأسف عشان ابني تعب فانطريت أخد الفلوس وأروح أود الولد الدكتور فأنا عملت إيه هنا أنا حطيت خطة وحطيت خطة بديلة فبالتالي ده بيساعدني إن أنا أعرف قدير الدخل بتاعي لكن إحنا بنعمل إيه بناخد المرتب ونحط نطلع منه الحاجات الأساسية والباقي وحطينه مثلا في الدرج كل شواء أروح أخد وأجي مثلا في يوم معين أبص لأنه ما فيش فلوس طب ليه لأن أنا مش عارف أنا ماشي إزاي أو أنا ما كنتش حاطت خطة أو بلان للشهر يكون هي دي الفكرة إحنا محتاجين نخرج من فكرة العشوائية لفكرة التخطيط الحاجة التانية مقولة فرعونية قديمة جدا إما الناس بتسمعها تتخض شوي بتقول نحن نحتاج إلى ربع ما نأكله لكي نعيش والباقي لكي يعيش الأطباء ده معناه دي حقيقة لفكرة حكمة فرعونية شهيرة جدا فأنا باكل أكتر من اللي أنا محتاجه بكتير وطبعا إحنا عندنا بعض الأعداد الخطيئة أسلقها سوي لازم يرم عضمه عشان بيجيب ومش حاجة اسمها كده جمعا فدي حاجة مهمة جدا أنا عندي ثلاث أنواع من السلع وعايز سلع مؤذية السلع الأساسية استراتيجية بتاعتنا دلوقت أن احنا نقلل منها شوي السلع الترفيهية مش هنشيلها خالص بس هنقلل أو هنستبدل شوي السلع المؤذية طبعا نقصد هنا حاجة زي السجاير دي مفروض أننا بشكل أباخر ألغيها تمام سجاير وجزء من الأكل الأكل بتاع الشارع وجزء مثلا من السوشيال ميديا ماهوش دي فلوس أنا بصرفها على الإنترنت وجزء من الدرداشة الطويلة جدا اللي احنا بنعملها في التليفونات في حاجة بنود كتيرة جدا لو تدينا أن نبص عليها الإسراف في الكهرباء ممكن بشكل أباخر ده ممكن يوفر لي فلوس كتيرة طيب احنا هنعمل نظرية الأزرف الخامسة بتاع اللي ألهالنا دكتور رفد دلوقتي حيلا حيلا احنا البنود الانفاق أنا هقول لحضراتكم الإحصائيات بتقول إيه عشان برضو تقولوا لنا نعمل إيه في الأزرف الخامسة لأنه غالبا احنا محتاجين سبعة أزرف أو محتاجين حاجة تحللنا لأزمة صح جدا الكلام اللي قاله دكتور رفد أنه الأكل والشور بميزانية المصريين بحسب إحصائيات عشرين عشرين بتقول أنه تلاتة واربعين في المائة من ميزانيتنا للأكل والشور ده رقم أنا تخضيت منه تلاتة واربعين وتسعة من عشر السكن والميا والكهرباء تلاتتشر في المائة الملابس والأغطية نقول تمانية في المائة سبعة وتسعة من عشر النقل والمواصلات خمسة في المائة التعليم أربعة في المائة الأجهزة المنزلية أربعة في المائة خدمات متأكد وهكذا أنا بس عايز أخد الحاجات الكبيرة وروح لأستاذة سهيلة أقول لها أولا تعليقك على الكلام ده شايف أن الأرقام دي دقيقة يعني إحنا فعلا بنصرف تلاتة واربعين في المائة على الأكل الأكثر أكثر بل أكثر حسب كمان مستوى الدخل لو مستوى دخل الفرد مستوى منخفض شوية حيبقى تقريبا من ثمانين لتسعين في المائة بيروح على الأكل والشرب بس يعني المستوى دخل ومنخفض بيصرف أكتر على الأكل والشرب بزبط كده حضرتك كلما تدنى مستوى الدخل كلما كان الإنفاق على المأكل والمشرب بشكل أعلى من مستوى دخله مرتفع ليه؟ لأن مستوى دخله مرتفع هو خصص الجزء اللي عايزه للمأكل والمشب على قد إمكانياته. أو زادت النسبة تقصد زادت النسبة طبعا لكن مش زادت الانفق لكن برضو سلوك الشخص اللي دخله منخفض بيكون سلوك بشكل يعني بيكون في نزعة استهلاكية ناحية الجزء ده أكتر من الشخص اللي دخله مرتفع لأن الشخص اللي دخله مرتفع بيفكر فيه رفاهية أنا فاكرت بس أنت صدمتيني عارفة ليه؟ يعني أنا طبعا متوقع حاجة شباكة بس أنا تخيلت أنك هتقوليلي اللي دخله منخفض أكتر بيصرف على الإيجار والكهرباء والمياه ويخلص فلوصه على كده يعني بيبقى دخل مصاريفه قليلة قوي على الأكل بس أنت صدمتيني دلوقتي لا حالك هتلاقي سلوكه ناحية الأكل أكتر برغم أنه دخله منخفض ده ممكن يفسر ومع احترامي الشديد زحمة المحلات بتاعت الأكل وبنشوف ناس من أسر متوسطة جدا يعني أنا بحيث أنه الرقم اللي هنصرفه في المحل ده معقول ممكن نعمل بيه حاجة تانية يعني صح حوالي بقى بعد الفاصل بعد الفاصل نكمل كلام إحنا متفقين النهاردة والحمد لله ضيوفنا موافقين ومتفقين معنا على ده إحنا مش بنقول أبدا شبد الحزان إحنا بخير والبلد بخير والدنيا تمام لكن إحنا بنواجه ظرف اقتصادي صعب جدا محتاجين نغير ثقافة إدارة الأموال من أول بقى ثقافة الطوارئ اللي بيقلها لنا فعلا دكتور إلى ثقافة إدارة أو إعادة توجيه الإنفاق أنا بحاول كده أخذ الكلام الحلو بتاعهم بعد الفاصل نكمل كلام في ميزة جميلة جدا لأبناء الطبقة المتوسطة في مصر إن هما إحنا دايما حتى بلغتنا كده نقول شبعانين يعني إحنا عارفين قيمة الحاجات بنقدر نشتريها إذا حبينا والأهم نقدر نستغنى عنها إذا حبينا برضه ففكرة الطبقة المتوسطة دايما حتى في علم الاجتماع يقولون هي الطبقة اللي بتحمي المجتمعات فإحنا كلامنا النهاردة عن إزاي فكرة الطبقة المتوسطة اللي هي أشتر طبقة بالمناسبة بتعرف تدبر وتقتصد وتوفر في إنفاقها إزاي نطبقه بقى في أزمة زي دي لحد ما أولا نقدر نسيطر على جشعة وتعاملات بعض الممارسات اللي رفعت الأسعار بدون مبرر وكمان نقدر نتحمل الأسعار اللي زادت بمبرر منطقي إحنا كنا وقفنا مع أستاذة سهيلة وهي بتقول إحنا منصرف على الأكل أكتر حاجة في رأيك هل من المنطقي إن أنا أقول للناس بطل صرف على الأكل ولا في حاجة تانية نقدر نوفر منها نبتدي الأول نقول لهم المبدأ الاقتصادي المشروع اللي هو الإنفاق لتلبية الحاجات بتكلفة أقل وتحقيق أقصى إشباع ممكن بمعنى إن أنا عايز حاجة أشوف تكلفتها هتبقى قد إيه وأشوف السبل اللي هتخلي تكلفتها قليلة وتحقق لي الإشباع اللي أنا عايزه كله بمعنى حقق كل طلباتك وخطط لها كويس وبتدي أعمل تبديل وتوافيق عشان توصل في مرحلة في الآخر إن أنت توصل للمعقول زي ما حديك قلت طبقة المتوسطة وشعار الطبقة المتوسطة اشتروا الحاجة رخيسة وكويسة وبنت ناس ده شعار الناس اللي كانوا بيقولوا دايما أهلنا في زمان وبناء عليه يبقى أنا لازم أحضر كل حاجة وأبقى مستهلك رشيد بطبعي ما نخدعش بالعروض ما نخدعش بالخطط اللي بتحصل لي ما نخدعش بالفليفور اللي موجودة في الفاست فود بالنسبة لي وهي مش موجود فيها الكونتينس إن أنا رايح أتأكله أساسا أو المكون الأساسي بتاعي ما تخدعش برضو بإن أنا لما أجي أشتري الحاجة أشتري وأنا عندي نزعة للشراء عندي رغبة كبيرة قوي بمعنى دايما نقول للناس ما تروحش متروحش تشتريه من السيبر مركت وانت جعين أشان هتجري وتشوف الحاجات اللي فيها مثلا سكريات أعلى بالمناسبة إحنا من أعلى شعوب العالم استهلاكا للقمح والسكر أنا حديك لا تخيالي إن نصيب الفرد من استهلاك السكر سنويا 34 كيلو جرام في حيل إن نستهلاك العالمي وده سبب أمراض كتير طيب سؤال حد هيرد عليك ويقولك وانا هيروح بقى الدكتور قفت عفوا في الحتة دي هيقول لنا ما احنا بناكل عيش عشان ما بناكلش بروتين كتير فما تقوليش كمان قلل في أكل الكاربوهايدريتز بتاعتك عشان توفر كلام ده منطقي وإحنا عندنا حاجتين لازم نفرق بينهم فرق بين الجسم محتاج إيه وأنا عايز أشبع المشكلتنا الأساسية فهو الإحساس بالشبع مش الإحساس مش الحاجات اللي الجسم محتاجها لو إحنا هنتكلم على كاربوهايدريتز أنا روبير غيف طول اليوم يكافيني لكن هي فكرة عدد خاطئة عند الناس أنه إحنا بنقول أنا بشتغل أنا ببزي المجهود يعني أنا مثلا لو حد بيذاكر كفاية بالنسبة لبنبنية عشان تزود نسبة الجلوكوز لأن الجلوكوز ده هو الغذاء الأساسي للمخ أو طفحية أو أي حاجة فيها شجر لكن فكرة أن أنا لازم أكل سيت سبعة الغرفة في اليوم يعني عايز أقولك حاجة صغيرة ربما يقولك كده ربما رب ضرت النافع هو لما الحاجة بتزيد سعرها في حاجة حتى في علم التسويق إحنا التسويق بيسموه ماركتنج عكس التسويق بيسموه دي ماركتنج فدي ماركتنج إنه حاجة أنا بعملها عشان أقل الاستهلاك على سلع معينة فلما الكهرباء مثلا زاد سعرها الناس ابتدت تقلل الطلب عليها ده مش معناها أن الناس دوقتي عيشة في الظلمة بس ابتدت تقتصد في حاجة ما كادش بتعملها فنفس النظام دلوقتي لو العيش دلوقتي زاد بشكل أو بآخر وأنا اضطريت إن أنا أقل الاستهلاك العيش أنا هلاقي مع الوقت إن أنا صحتي بقيت أفضل وفي نفس الوقت أنا ما تأثرتش بشكل أو بخار كمجهود لكن هي في الآخر عادات معينة أنا تعودتي طالما ببزي مجهود إن أنا أكل عيش كتير وطالما ما أكلش بروتين طب ما هو نلعيش في الآخر مالوش علاقة بالبروتين فأنا لو أنا دلوقتي البروتين قليل أنا أنا أكل عيش عشان أشبع مش عشان استفيد جسمانية طيب أنا عايزة استفيد بحاجة أنا عارفة أنه حضرتك أكيد ما تقصدش أو مش عايزة تقول لنا لأ أن نقلل من بس من تحديد ما العيش أستاذ سهيل قالت حاجة مهمة فكرة النسب اللي احنا بننفقها احنا واضح أن احنا فعلا ركزنا لمشكلتنا في استهلاك الأكل هل حضرتك شايف أن مشكلة إدارة الأموال عندنا في الأكل بس ولا في ممارسة تانية نعم في كل حاجة في الكهرباء في الميا يعني هقول لي حاجة مثال بسيط جدا هو الناس لما حصل الكوفيد وحصل إغلاحوا كل الكافيهات الشهيرة قفلت الناس عملت إيكاد تعمل قهوة في البيت وفي ناس منهم كملت وانبسطت بالمنظر ده ليه أولا هتوفر فلوس ثانين هتبع حاجة أنضف بكتير ما يجيبها من برا وأنا عارف معمولها إزاي لكن أنا ما تعودتش على كده لكن لما حصلت بشكل إجباري ما أنا أقول لي حاجة في الإدارة التغيير بيمشي بشكل من اتنين يا شكل تفاعلي بيسمونه الأد هوك فأنا ما فيش دلوقتي كافيه فاتح فأنا مضطر أن أنا دسمه تغيير تفاعلي أو فيه تغيير بشكل المبادرة أن أنا لأ طب ما فكر أعمل كده إحنا تعودنا إحنا نشتغل بالتغيير التفاعلي أن تحصل المشكلة فأحنا نتعامل مع المشكلة لا أنا مش مفروض أعمل كده أنا مفروض أفكر ويمكن دي حصلت في الدولة مصريف كذا حاجة أنا عايز أقول لي حيك مثلا سنة الكوفيد أنا سفرت كندا بعد أنا مصري كندا بعد ما الأزمة تفتحت إحنا كنا بنتبهدل هناك في السوبر ماركت وفي الخضار وفي الفكهة في مصري ما حصلش الكلام دا إحنا لا خالص فده فكرة أنت إزاي بعندك وإنت حطة خطة نتوي حطة فكرة أن أنا مستناش تحصل مشكلة واجي أدور إزاي أتغير طب أنا دلوقتي عندي مشكلة في الدخل إيه المشكلة أن أنا أدور على حاجات يعني بعض الناس ما تقل طب ما تعملوا عيش في البيت إيه المشكلة من بعض الناس قاعدت تسخر من الأفكار ليه ما تتعملش كده ليه ما تدورش على فكرة أن أنا أعمل طاقة شمسية لما حد يقول لها وفر انفقها لأنه طول الوقت فكر أن اللي بيقول لي وفر هو من رفه نفسه وطول الوقت عندنا إحساس المقارنة هل أنا ده سؤالي الأخير أنا وقتنا خلص طبع بس أنا عندي سؤال هل المقارنة جزء من أزمتنا الاستهلاكية هل أنا طول الوقت عايز ألبس شبه فلان هل دي أزمة أنت تصنف أزمة في إدارة الأموال حد يقول لي طبعا أكيد أصلا مش بس للأسف المقارنة فقط ولكن كمان المغالاة في التصرفات والتباهي ببعض التصرفات المالية فبتؤدي أنها بتعمل لك أزمة اقتصادية لأنك بتعمل سلوك استهلاكي مش صحيح فبيؤدي أن أنت في الآخر بتخسر جزء من مدخراتك أو جزء من أموالك فبتؤدي لأن دخلك ما ينفقش بالطريقة السليمة طيب دكتور رقفة هل لو قلت للإبني مش قادر أشتري ده دي حاجة عيب وتأثر في نفسياته وتضره بس حسب من الأول أنت بربيه بطريقة أنه هو يبقى متفهم ولا لا وأنت لو دلعته أو يجيتي بعد كده قلتله لا مش هقدر أجيب لك كده مش هتقبل الكلام ده لكن أنا من الأول لكن دي طريقة أربوية مفتوحة طبعاً أنا بشكركم شكراً جزيلاً قدم الوقت سمح بنفتش وإحنا فهمين ومدركين أنه إحنا مش بنعمل كده بالمناسبة عشان فيه كرسة إحنا بنعمل كده عشان كلما زاد مستوى التعليم والثقافة لأي شخص في الدنيا كل ما هتلاقيه بيقتصد هتلاقيه في أفخم قضي اللهات العالم يقولك من فضلك ما تسيبش الموية مفتوحة فأهم أماكن في الدنيا يقولك ما تستعملش ورق مناديل كتير كلما زاد مستوى التعليمي كلما فهمت أن الاستهلاك وطريقة الاستهلاكية العنيفة دي حاجة مزعجة مش حاجة كويسة وبالمناسبة كلما زاد غالباً مستوى دخل الفرض زي ما أستاذ سهيلة قالت كلما قال يعني احتياجه لأنه يزود الجانب الاستهلاكي أنا بذكركم شكراً جزيلاً ولكن يزود الاستهلاك الرفاهية وده بيقدي برضو لحدوث أزمة اقتصادية عنده في الدخل ما بيقضيش يعني هو بيبقى النزعة مختلفة ونزعة استهلاكية من المستوى الدخل المخافض ناحية المأكل والمشرب لكن النزعة الاستهلاكية ناحية الرفاهية عنده مستوى الدخل المتفع بالضبط كده فده بيسبب أزمة بشكرك أستاذ سهيلة محمود كمال بحيثة الاقتصادية ودكتورة أفات يوسف أستاذ الإدارة مستشارة المالبشرية نورتوني دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة أشوفكم إن شاء الله على كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة